اشتركوا في القناة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله خير من اتقى ربه وأناب اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان أما بعد فاتقوا الله عباد الله وتزودوا بخير زاد تقطعون به أشواط الحياة وتحظون بالزلفة إلى الله يوم المعاد أيها المسلمون في وذاع عام مضى وعلى أعتاب عام جديد يقف أولو الألباب وقفة اعتبار والدكار فينظرون إلى هذه الشمس تطلع كل يوم من مشرقها ثم تغرب في نهايته وينظرون إلى هذا الهلال يولد صغيرًا أول الشهر حتى إذا استكمل نموه أخذ في النقص حتى يتوارى عن الأنظار وينظرون إلى عائلة العام الجديد كيف تبدو نهايته بعيدةً فما تلبث الشهور فما تلبث الشهور والأيام أن تنقضي سراعا حتى تصل بهم إلى تلك النهاية هناك يستيقنون أن هذا مثل الحياة الدنيا في زهرتها وزينتها ومثل أعمار بني آدم في الفناء والانقضاء وهي حقيقة بينة لا تخفى على كل لبيب وإنما تحجبها حجب الغفلة وتصرف عنها صوارف الإعراض والاغترار وطول الأمل وطول الأمل وخدع الأماني والظنون التي لا تغني من الحق شيئا وإن إدراك هذا المعنى لا يحملهم على النظر فيما قدموا لأنفسهم طيلة أيام عامهم المنصلم بسلوك سبيل المحاسبة للنفس لاستصلاح الفاسد وتدارك الفارق وإقامة المعوج بالثبات على الطريق والاستمساك بالحق إن كانوا من المحسنين الموفقين المهددين وإن أعظم عون على ذلك التوبة النصوح التي أمر الله بها المؤمنين جميعا بقوله وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وبالندم على ما مضى والإقلاع عما كان من الذنوب وبالعزم على عدم العودة إليها وباغتنام الخمس وباغتنام الخمس التي أوصى النبي صلى الله عليه وسلم باغتنامها رجلاً فقال اغتنم خمساً قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك أخرجه الحاكم في مستدركه بإسناد صحيح ففي الشباب والصحة والغنى والفراغ من الشواغل قوة وعزيمة ونشاط وتفرر وكمال توجه إلى كل خير وفي أضرادها من الهرم والضعف وضعف القوة وفتور العزم وضيق الصدر وثقل الأعمال وكثرة المطالب وتشحب الهموم ما يقعد بصاحبه عن ذلك ويعقبه من الحسرة ما يكدر عيشه وينغص حياته ولذا كان من شأن العاقل اليقظ من شأن العاقل اليقظ ألا يضيع شيئا من عمره بالبطالة التي يذهب معها العمر التي يذهب معها العمر سدى بغير فائدة في الدين والدنيا أو بالجهالة التي تحمله على اتباع الهوى لعدم معرفة ما يضره وما ينفعه فيغدو كمن مثله في الظلمات ليس بخارهم منها فيضل سعيه ويحبط عمله هذا وإن خير ما يستقبل به العام الجديد يا عباد الله استهلاله بالطاعات وألوان القربات ومن أظهرها صيام شهر الله المحرم الذي هو أفضل الصيام بعد رمضان كما جاء في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم الحديث وأكده صوم يوم عاشراء فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم عاشراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله أخرجه مسلم في صحيحه فأكثروا في هذا الشهر الحرام يا عباد الله أكثروا من ألوان القرب تزدلفون بها إلى ربكم وتعمرون بها أوقاتكم بما تقر به أعينكم عند ربكم فإن افتتاح العام الجديد بالطاعة كما اختتم العام المنصرم من طاعة الحج والعمرة وصيام يوم عرفة لغير الحاج وغير ذلك من أدوال القرب مشعر بأن عمر المسلم كله بدءاً ونهاية عامر بطاعة الله رقب بذكره قل إن صلاتي ونسكي ومحيايا ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وليكن مرور الأيام وانقضاء الأعوام خير باعث لكم على الاعتبار والدكار بتذكر انتهاء الآجال وانقضاء الأعمار والإحسان للنفس والإحسان للنفس بدوام محاسبتها وإقامتها على الجادة وحجزها عن الترد في حمأة الخطايا والحذر من مشابهة حال من حذر الله من مشابهة حاله في قسوة القلب لطول الأمد في قوله عز اسمه ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون واذكروا قدومكم على ربكم ووقوفكم بين يديه في يوم ما أشد هوله إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهل ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤهيه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لضع نزاعة للشواء تدعو من أدبر وتولى وجمع فاوعا واسأل الله واسأل الله واسأل الله أن يجعل ما تستقبلون من أيام خيرا مما مضى وأن يجعل العام الجديد عام خير وبر وتقى ونصرا ورفعة وعزة لأمة خير الوراء عليه الصلاة والسلام نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم موسيقى 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 اشتركوا في القناة احمده سبحانه على تراد في الإنعام وتتابع الإكرام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس السلام وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبد الله ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الأبرار الأتقياء الأعلام أما بعد فيا عباد الله إن المؤمن الذي يدعو ربه بدعاء نبيه صلى الله عليه وسلم قائلاً والموت راحة لي من كل شر شديد الحرص على اغتنام فرصة العمض باستثمار الليالي والأيام في كل خير يرضي به ربه ويعلو به قدره وتطيب به حياته ولذا فإنه يفرح بما منَّ الله عليه من نعمة الإمهال حتى بلَّغه العام الجديد ليستكثر فيه من أسباب الزُلفة إلى ربه وليستدرك ما فاته وما فرط منه بالتوبة والإنابة وهذا مصداق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يزيد المؤمن لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا أخرجه مسلم في صحيحه فاتقوا الله عباد الله واشكروا الله الذي بلَّغكم ما لم يُقدَّر لكثيرٍ من إخوانكم ممن طويت صحائفهم ووسِّدوا الثرى فلم يستكبلوا عامهم بعد أن كانوا فيه ملء الأثماع والأبصار قال الحافظ بن رجب رحمه الله رؤيا بعض السلاف في المنام فقال ندمنا على أمرٍ عظيم نعلم ولا نعمل وأنتم تعملون ولا تعلمون والله لتسبيحةٌ أو تسبيحتان أو ركعةٌ أو ركعتان في صحيفة أحدنا أحب إليه من الدنيا وما فيها وقال بعض السلاف كل يومٍ يعيش فيه المؤمن غنيمة فاغتنموا يا عباد الله اغتنموا فرصة العام الجديد في الاستزادة في الاستزادة من كل خيرٍ عاجلٍ أو آجل تكون من المفلحين الفائزين وحذار من إضاعة أيامه ولياليه شأن الغافلين اللاهين العابثين واذكروا على الدوام أن الله تعالى قد أمركم بالصلاة والسلام على خاتم رسل الله محمد بن عبد الله فقال سبحانه في كتاب الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد وارضى اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكرٍ وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الآل والصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا خير من تجاوزا وعفى اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وحم حوزة الدين ودمر أعداء الدين وسائر الطغاة والمفسدين وألِّف بين قلوب المسلمين ووحد صفوفهم وأصلح قادتهم واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك المؤمنين المجاهدين الصادقين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا وهيئ له البطانة الصالحة ووفقه لما تحب وترضى يا سمع الدعاء اللهم اكتب له الشفاء العاجل وأسبع له نعمة الصحة والعافية يا رب العالمين اللهم وفقه ونائبه ونائبه الثاني إلى ما فيه خير الإسلام والمسلمين وإلى ما فيه صلاح العباد والبلاد يا من إليه المرجع يوم التناد اللهم اشف مرانا وارحم موتانا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعسمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرة التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموتى راحة لنا من كل شر اللهم إنا نسألك أن تكفينا أعداءك وأعداءنا بما شئت يا رب العالمين اللهم اكفنا أعداءك وأعداءنا بما شئت يا رب العالمين اللهم اكفنا أعداءك وأعداءنا بما شئت يا رب العالمين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله استووا استووا أقيموا صفوفكم وسدوا الخلل أتم الصفة الأول فالأول الله أكبر الله أكبر أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصلاة المستقيم صلاة الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله يحاسبكم به الله فيغذر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير الله أكبر الله أكبر شمع الله لمن حميد شمع الله لمن حميد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفو عنا وغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ومن لا يكلف الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة